كشف ديوبو جوتا عن شعوره بهدفه القاتل في توتنهام والذي منح فريقه لفربول الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد كما كشف عن كلمات مديره الفني يورجين كلوب عند مشاركته كبديل حيث قال جوتا لشبكة سكاي سبورتز لقد جعلنا الأمور صعبة على أنفسنا وذلك بعد تقدمنا ثلاث صف فكان علينا أن نتجنب الوقوع في هذا الموقف ولكن في النهاية سيكون يوم لنتذكره والفوز دائما شيء مميز وأضاف الجميع كان يحلم بإحراز هدف الفوز في اللحظة الأخيرة فلقد رأيت الكرة التي لم يتم الدفاع عنها بشكل صحيح واعتقدت أنني استطيع التسجيل وكان ذلك رائعا وحول ما قاله مدربه يورجين كلوب له عندما تم استبداله أفاد في تلك اللحظة كان من المهم الحصول على الكرات الثنائية وهذا ما طلبه مني فالهدف الثاني منحة تنهام الثقة وإنه الدوري الإنجليزي الممتاز ومن الصعب إدارته وعندما سئلها العادة لفربول رد في ختام حديثه نعم فإنه شعور رائع ونحن بحاجة فقط إلى الاستمرار ترجمة نانسي قنقر